شهاب طبعا علي واحد من اللعيبة التاريخين في النادي الأهلي سواء كلعيب أجنبي أو واحد من الكباتن حتى من غير الشارع احنا شوفنا النهاردة فرح الجمهور النادي الأهلي لما علي استلم الشارع من كريم نيدفل أثناء خروجه وكأن النادي الأهلي سجل هدف وده بان قوي من تحية الجمهور ليه؟ هل ودي؟ وكأن النادي سجل هدف؟ بالضبط فرحة غير طبيعية يمكن كان يجب يتكلم من الأهلي أو طوال الموسم اللي فات بالموسم الحالي لعيبة كتيرة أو الجمهور نفسه كان يتمنى لعيبة كتير ما تبقاش موجودة في الملعب عشان يشوف علم علول لبس الشارع يعني تخيل النادي الأهلي وصل به الحال الجمهور أنه بيستنى أن اللعيبة بتاع كباتن الفرية الأساسية أنه يتغيب عشان يشوف علم علول بالشارع والكلام ده حصل النهاردة وشوفنا الفرحة الكبيرة اللي استحققه علم علول بالفعل يعتبر واحد من أهم اللعيبة اللي دخلت النادي الأهلي مش بس عشان هو ساهم عدد أهداف كبير جدا سواء بالأسيست أو بالتسجيل النهاردة شوفنا لي مشهد مش عشان خمق يعني كمان إن هو ما تحسبهش الأسيست لو كمان هو اتنازل عن هدف الكهرباء ولو جيبنا الفيديو في لقطة ضربة الجزاء لما تحسبت وإن هو إزاي بإن هو كمان مش عشان يلبس الشارع النهاردة فبيتعامل ككابتن للفريق لأ هو دي الصفات اللي عند علم علول اللحي متعودين عليها طوال الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي لو معنا الفيديو اللي هو راح يتكلم مع كولر بيستأذنه إن كهرباء هو اللي ينفذ ركلة الجزاء ولما كولر هيسمح له أو هيوافق له على طلبه هيشاور لو نرجع بس شوية فريم فريمين كده هو بيشاور لكهرباء هيعمله أوكي إن الراجل وافق هو بيتكلم معاه بيستأذنه إن كهرباء هو اللي ينفذ هيرفع إيده ويشاور لكهرباء يقوله تمام نفذ انت ضربة الجزاء بيستأذنه طبعا كهرباء كان بعيد الفترة اللي فاتت وفيه لغات كتير حواليه هو عايز يرجعه الثقة وعايز يرجع له الثقة في الملعب إنه يسجل هدف وفي نفس الوقت علي معلول بيتنازل عن هدف ممكن إنه هو يترجم به ويبلور به الفرحة اللي كانت فيها جماهيري النادي الأهلي النهاردة بعد ما لبس الشارع لعب كبير وعادة الأهلي مفهوش الحتة دي أنا كنت متأكد حتى كذا واحد مثل الحسن الشحل كان عايز يلعب كهرباء قرب أنا كنت بقول إيه وأنا بفرج على المبرأة كده كده علي معلول الله اللي هيسدد فأول ما لقيت كهرباء قلت إذا ده حصل إزاي هو قوله رساب الموضوع يحصل كده وقدر يتعامل بذكاء في المؤتمر الصحفي لما تسأل هو ليه علم قال له ما سددش راكلة الجزاء رغم إنه هو موجود في منعب هو المسدد رقم واحد في الفريق اللوم أنا بغيري التكتيكة وممكن أوخرك برا السؤال بشكل لطيف عشان ما بينش نعلي جي طلب منه إنه هو يترك الكورة لمحمود كهرباء عشان نرجع له السكة تاني مع ندي الأهل لعب كبير